التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير محور جمال عبد الناصر بما يشمل أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي شملت تفقد أعمال تطوير محور جمال عبد الناصر الذي يعد من أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة امتدادا إلى العاصمة الإدارية الجديدة تتواصل اليوم أعمال قمة المناخ كوب 27 بعد تمديد الفعاليات يوم إضافي حيث يستعد المفاوضون في المؤتمر لبذل جهود أخيرة من أجل التواصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالمناخ وذلك بعد تمديد الحدثات المستمرة منذ أسبوعين ومن المنتظر أن تعكس نتائج المؤتمر عزم المجتمع الدولي على مكافحة التغير المناخي في وقت أكدت فيه مسودة رسمية للاتفاق على الالتزامات السابقة بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز واحد ونصف درجة مئوية ولكن من دون حل عدد من القضايا الحاسمة ومن بينها التمويل ومسائل الخسائر والأضرار تنطلق اليوم فعليات الدورة الثامنة عشر القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربا التونسية هذا وبحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة وبرامج عمل المنظمة في الفترة القادمة وقال الرئيس التونسي أن تونس تستضيف القمة احتراما لالتزاماتها بالرغم من الصعوبات التي اعترضت مصار تنظيمها معربا عن تقديره لتعاون المنظمة الدولية الفرانكوفونية في كل مراحل أعداد القمة قال الرئيس الأوكراني فلودامير زيلانيسكي أن العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بميناء أوديسا على البحر الأسود وأكثر من 12 منطقة أوكرانية أخرى تعاني من نقص في الكهرباء وذلك بعد هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة وبحسب قول زيلانيسكي وكانت أوكرانيا قد أعلن في وقت سابق عن تعطل نصف منظمة الطاقة في البلاد جراء الهجمات الروسية يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين اجتماعا لبحث ملف الكوري الشمالية يأتي ذلك بعد أن أجرت بيونج يانج تجربة جديدة على صاروخ باليستي عبر القراط أثرت انديدات دولية وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال إن أحدث تجربة صاروخية أجرتها الكوريا الشمالية كانت على صاروخ طويل المدى يمكنه إصابة العديد من البلدان داعي أن مجلس الأمن الاجتماعي لمناقشة الوضع قال مسؤول بالبيت الأبيض إن نائبة رئيس الأمريكي كاملا هارس التقت لمدة قصيرة مع رئيس الصيني شي جامبينج واضف المسؤول أن هارس أشرت إلى الرسالة الهمة التي أكد عليها الرئيس جو بايدن في اجتماعه مع رئيس الصيني فيما يتعلق بضرورة وجود خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين البلدين بمسؤولية قال وزير العدل الأمريكي أمريكا جارلوند إنه عين جاكي ثمس وهو مدعي عام مختص بجرائم الحرب وذلك للعمل كمستشار خاص للإشراف على تقيقات وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب بما في ذلك طريقة تعامل مع الوثائق الحساسة والأحداث التي أعقبت انتخابات 2020 هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطلق اختارا مسبقا بتعيين وزارة العدل مدعيا مستقلا للتحقيق مع ترامب ومن جانبه أعتبر ترامب أن تعيين مدعي عام مستقل للإشراف على تحقيقات بحقه أمرا غير عادل ووصفه بالمسيس على حد تعبيره نفذ سلاح الجو الملكي البريطاني أول رحلة جوية عسكرية باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في العالم وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حلقت في سماء مقاطعة أكسفورد شاير جنوب شرق البلاد بوقود طيران مستدام بنسبة 100% ما يمهد الطريق لمجموعة من الاحتمالات لمستقبل الطائرات العسكرية والمدنية وأشار البيان إلى أن وقود الطيران المستدام يقلل من انبعاثات الكربون في دورة الحياة في المتوسط بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بوجود الطائرات التقليدية ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر